مرحبا بكم وتتابعي الكرام اتمنى تكونوا بخير وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بسم الله وعلى بركة الله كي تشوفوا اليوم الفيديو عبارة على وصفة ديت المايونيز اللي كتجي سهلا وكتحضر في دقيقة كي تشوفوا فوق يجي القوام دياله وخاتر ونقدرو نعدله فيه كيف غدي تشوفوا في الفيديو وما تنسوش تكمل الفيديو للاخر وصفة سهلة وخالية اهم حاجة من المواد الحافظة وكتعطينا كيمية مهمة كنقدرو نحضرها في اخر لحظة بعد ما نحضروا الصلاة ديالنا اتمنى ان شاء الله يرقكم الفيديو وما تنسوش بالنسبة للناس الجدود لأول مرة كي يشوفوا القناة ما تنسوش تضغطو على المربع الأحمر أسفل في الفيديو اشتراك سابسكرايب ابوني وتفعلوا الجرس باش تتصلوا بالجديد بسم الله وعلى بركة الله كنحتاجوا المايونيز ديالنا للمونتارد انا ستخدم امورا اللي عندو ماداق مميز ومشهور ملعقة غير مملؤ جيدا من المونتارد حبة من البيض كوب غير مملؤ جيدا من الزيت المائدة ممكن تعوضه بزيت الزيتون بالنسبة للناس اللي تعملوا حمية على الكوليستيرول قبصة من الفلفل أسود والملح عندي المولينكس او طراب برا وعندي قرعة في نادي نعمل هاد الخالط وفي نفس الوقت نحتفظ به فهديك القرعة عندي ممكن تعوض المونتارد اذا ما كانش متوفر بملعقة من الخل غادي نبدو على بركتي الله غادي ناخد البيضة بعد ما غسلتان كسرها في هاد الزاجة فين غادي نخلط وغادي نحتفظ به في نفس الوقت غادي نضيف الفلفل الأسود اللي ممكن تتغنو عليه في الوصفة ورشة ديال الملح اللي اهتيه على حسب الضوء ديالكم غادي نخفق شي شوية بالميكسر وغادي نضيف كذلك المونتارد والزيت وبنسبة الزيت فممكن تعملو زيت الزيتون الزيت اللي كتكون منسمه بالاعشاب ممكن تتنسموه بالتوم او بودرة التوم ممكن تتعملو له لاصيبولات اشياء اخرى كتير ممكن نوعو في المايونيز ديالنا وبنسبة الزيت فالكمية ديالتها فهي اللي كتحكم لنا في القوام تاع المايونيز هي اللي كتخليه لنا يلكن الكمية ديالها مناسبة كما في الوصفة غا يكون عاقد بغينا يكون خفيف اخف شي شوية فغا نقصو من كمية ديالت الزيت اللي كنتستخدموه في المايونيز كتشوفو فانا كنتستمر في اضافة الزيت تدريجيا مع الخفق المستمر حتى نحصل على القوام اللي بغيت انا بلي بانا الكيمية ديالت الزيت عندي قليلة فانا غادي نضيف كيمية اضافية وممكن كيف قلت نسموه على حسب الضوء ديالكم قلت نضيف الكيمية اللي كتشوفو تقريبا ملعقة كبيرة من الزيت ديال المائدة باش هكا نحصل على قوام تماسك للمايونيز يالي صراحة هاد الوصفة سهلة وسريعة في تحضير اقتصادية جدا واهم حاجة خالية من المواد الحافظة والمواد المضافات الغدائية اللي موجودة كتير كتير في الأغذية ديالنا هادي طريقة باش نقصوه من استهلاكنا لهاد المواد اللي ستكون فيها خطورة علينا لانك تراكم في الجسم ديالنا نتمنى ان شاء الله ترككم هاد الوصفة سهلة اقتصادية وخالية من المواد الحافظة وسريعة في التحضير الى اللقاء في فيديو قادم بإذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة